بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على نبينا الكريم السلام وعليكم ورحمة الله تعالى وبركاته خوتي وخوتيتي ان شاء الله تكونوا في صحة جيدة وفي احسن الاحوال في هذا اليوم البارد ان شاء الله تكونوا ملاح خوتي وخوتيتي جيتكم بهذا الفيديو ان شاء الله يكون في مستواكم ورايحين استفادوا منه بحول الله اول ما نبدو في الفيديو التاعنا نشكركم جميع المتتبعين نقولكم اهلا وسهلا بكم ونشكركم على المتابعة وعلى التعليقات التاعكم الشابة كما انتم ما واللي يجددوا دخلوا معنا وانضموا معنا في القناة نقولهم مرحبا بكم اخواني اخواتي ان شاء الله ما تندموش على على القناة اللي دخلتوا ليها راح نستفادوا منها بحول الله هذه الفيديو خوتيتي راح نهدروا على عدة نقاط من بينها انه بلد عربي فرض اللقاح على على سكانه نهدروا على الحدود نهدروا على الرحلات نهدروا على التصريح المنظمة العالمية للصحة كما العادة نبقى في هذا المحتوى حتى تفتح الحدود ان شاء الله نهائيا الروح على بركة الله النقطة الاولى وهي الفرض جواز التلقيح ضد فيروس كورونا في هذا البلد اكدت اكدت ايناس عيادي مستشارة وزيرة الصحة التونسي فرض اظهار الجواز الصحي قبل الدخول الهياكل والاماكن العمومية بدءا من 22 ديسمبر وقالت عيادي ان رئاسة الحكومة لا تنوي التراجع عن تنفيذ المرسوم الرئاسي عدد واحد لسنة 2021 المؤرخ في 22 اكتوبر 2021 والمتعلق بجواز التلقيح واشارت ذات المتحدثة انه بامكان كل شخص يبلغ او يتجاوز عمره 18 سنة وتلقى تلقيحه كاملا تحميل جواز التلقيح على هاتفه المحمول من موقع منظومة او استخراجه في شكل وثيقة ورقية للاستظهار به عند الحاجة للتذكير اعلن وزير الصحة التونسي علي مرابط انه تم تسجيل اول اصابة بسلالة اوميكرو في البلاد وتعود لشاب عمره 23 سنة وصل الى تونس قادم من الكونغو عبر اسطنبول تونس تفرض اللقاح على جميع سكانها في الاماكن العمومية اللي يتجاوز يعني اعمارهم باكثر من 18 سنة اه ولا اخواتي اخواتي اروحوا للنقطة الثانية اه كينا بعض المعلومات اخواني اخواتي لكن يعني ما هيش رسمية نقولها لكم ان شاء الله وان شاء الله يكون اه الخبر الرسمي في الايام القادمة اه كيما اسمعت الكل الاسعار يعني راح تنخفض في الفين واثنين وعشرين بحول الله وكيما درت لكم الفيديو تاع البارح تصريح البيدي جي تاع البحرية تاع شركة الوطنية للنقل البحري الجزائرية اه درت لكم تصريح تاعو بلي قلكم يعني الاسعار مزدنش فيها من قبل كورونا حتى الحد الان ومش رايحين نزيدو فيها بحول الله والتذاكرام كاينين خاوتي اخواتي الناس كاينين اللي ااني لو لي بيتاحم اللي مش فاكسيني ااني لو لي بيتاحم ماذا بكم تتقدمو الليزاجونس يعني اللي قرب الليزاجونس ولا عبر الانترنت في لي سيت تاع البحرية ماذا بكم تشوفو تلقاو ان شاء الله اه دي بي باسكو كاين الناس بزاف اللي مش ملقحة واني لك الرحلات التاحهم ولا خاوتي اخواتي هدي في موضوع الرحلات اه كذلك اه منظمة الصحة العالمية ارتفاع عدد الاسابات بسلالة اوميكرو توقعت منظمة الصحة العالمية ان متحور اوميكرو جديد لفيروس كورونا قد يزيد في اعداد المرضى الذين يحتاجون لعلاج بالمستشفيات مع انتشار المرض وكشفت المنظمة عن رصد في سبع وخمسين دولة وارتفعت حالات الاصابة بكوفيد 19 في دول الجنوب الافريقي ومنها زمبابوي وقالت المنظمة ان هناك حاجة لمزيد من البيانات لتقييم شدة الاعراض التي يسببها اوميكرو وما اذا كان تحوره قد يحد من الحماية التي توفرها اللقاحات وتابعت المنظمة حتى لو كانت شدة الاعراض تعادل او تقل عن المتحور دلتا تظل التوقعات بان يزيد عدد المرضى الذين يحتاجون للعلاج بالمستشفيات اذا اصيبت اعداد اكبر من الناس وسيكون هناك فارق زمني بين زيادة الاصابات وارتفاع الوفيات ودعت المنظمة الصحية العالمية الى التعجيل في التطعيم لمواجهة متغيرات فيروس كورونا مشيرة الى انه حتى لو كان فعالية اللقاح اقل تجاه اوميكرو يبقى التطعيم افضل من عدمه ووفقا خبراء المنظمة الاممية فان بعض سمات اوميكرو بما في ذلك انتشاره العالمي والعدد الكبير من تفاراته تشير الى انه يمكن ان يحمل تأثيرا كبيرا على مسار جائحة كوفيد 19 لكن لا يزال من الصعب معرفة ما سيكون عليه هذا التأثير بالضبط يعني المنظمة العالمية للصحة راهي تقول لازم التلقيح للشعب عبر العالم والنقطة الثالثة وهي سنعلمكم بان الوزير الاول وزير المالي ايمن بن عبد الرحمن يشرع في زيارة الى عمل الى تونس زيارة تدوم يوم واحدا ويرافقه فيها وفد وزاري هام الوزارة الاولى الزيارة تمهد لاستحقاقات ثنائية هامة الزيادة تأكيد على جودة العلاقات الجزائرية التونسية ومتانة واواصل الاخوة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين والزيادة التجسيد للادارة المشاركة للجالبين في الانتقال بالتعاون ثنائية الى افاق واعدة بما يحقق البلدين تمهاتما المشتركة في شتاء المجالات ان شاء الله هذه الزيارة تجينا بفائدة وان شاء الله حين يتحطوا على الحدود كثالك الحدود البرية بين الجزائر وتونس واللي من المفروض نغمال ماهو تخيز ديسانبر راحا يفتح المنبع ام الطبول لكن هذي مش كفاية باسكو الجالية الجزائرية كاينة بزف تونس والتونسة يعني كاينة بزف الجزائر منبع واحد ما يكفيش لازم يفتحوها نهائيا ويديروا ببروتوكول صحي مادام تونس فرضت اللقاح على شعبها يعني اكيد الدخول الى الجزائر كذلك يكون باللقاح والدخول الى تونس يكون باللقاح بالباس فاكسينال وهذه هي يا خوتي المعلومات اللي حبيت نوصلها لكم ماذا بكم تبرتجيوها باسكو خوتي المعلومات كاينة بزف لما مزل ما وصلتهمش المعلومات كاينة اللي سقسيو حتى وشنهي هما الاجراءات للدخول الى الجزائر وشنهي الاجراءات للدخول الى فرنسا ولا الى بريطانيا اخواني اخوتي رانا درنا فيديوهات بزف يعني ماذا بكم اللي شوف هذه الفيديو ماذا بكم ان شاء الله تبرتجيوها تبرتجيوها مع الناس اللي تعرفوها تبرتجيوها فيليباج هكذا المعلومات توصل باسكو كاي الناس بزف اللي والله العادم غار ما زال ما وصلت لهمش المعلومات كاين الله يبرك لي ما شاء الله عليهم توصلهم المعلومات تم تم يحوسوا بس صح لازم كمتوما تبرتجيو بس توصل المعلومات هادو هما معلومات اليوم اخواني اخوتي ان شاء الله كش ما يكون جديدة راني نحطهولكم في القناة بحول الله نقول لكم ابقاوا على خير والسلام عليكم ونهاركم مبارك ان شاء الله